معانا حلقة جديدة من كورس المحادسة الكونورسيشن للمبتدئين لو عاوز تشوف الحلقات السابقة هتلاقيها في الديسكريبشن أسفل الفيديو اللينك بتاع سلسلة المحادسة للمبتدئين معانا النهاردة موضوع مهم جدا وهو الابيرنس أو زي توصف مظهرك ومظهر الآخرين تخين بقى أرفيع شعره طويل أقرع زي وهكذا يلا بي نبتدي مع بعض زي ما انتو متعودين معايا حنبتدي دايما في أول الفيديو بشوية تعبيرات وأسئلة وفكابلاري معاني ليها علاقة بالموضوع وجمل كده حلوة جدا وفي آخر الفيديو حننهي الحلقة كالعادة بديالوج أو حوار ما بين شخصين يلا بي نبتدي مع أول تعبير النهاردة أو سؤال وهو How tall are you لما تحب تسأل واحد أنت طولك قدي إيه أفضل طريقة أنك تقوله How tall are you ممكن هو يرد عليك يقولك Actually I'm short أنا أصير أو ممكن يرد عليك يقولك I'm of average height Average أو medium يعني أنا طولي متوسط لأنا أصير ولا طويل I'm of average height وممكن يقولك I'm towering Towering يعني very tall يعني أنا طويل زي الأبراج I'm towering أوكي لو عاوز تسأل واحد عن وزنه بتقوله بالإنجلش What's your weight What's your weight أو How much do you weigh How much do you weigh أوكي ممكن كمان تسمع كلمة petite بتيت يعني واحد قليل بس كلمة مهينة شوية أو بوني جاء من بون معظم ما تستخدمهاش لما تجي توصف بها الآخرين أو skinny skinny جاء من skinny يعني على الجلد لو عاوز دايما تباني إنك كويس وانت بتوصف الآخرين بتستخدمش تلات كلمات دول أنا بقولهم لك من باب المعرفة بس لكن استخدم slim slender أو underweight ممكن الحد اللي بتوصفه يبقى مليان شوية أو تخين فممكن تقول fat heavy يعني مثلا she's fat he's heavy we're big she's overweight بس أنا مفضلتش إنك تستخدمهم غير لو حد صديقك أولى إنهم تقال في المعنى شوية أو ممكن يجرحوا لقصادك الأفضل إنك دايما تستخدم chubby أو plump ده معناهم حد مليان عشان ما تقولش تخين chubby أو plump أوكي تعال بينا بقى نوصف الشعر أوكي شعرك أولا لو حنتكلم عن اللون ممكن يبقى blond يعني أصفر كرة وغاية blond ممكن يبقى grey ممكن يبقى brunette brunette يعني بني أو ممكن تقول عليه brown لو brunette صعبة عليك شعرك كمان ممكن يبقى ginger يعني red يبقى كده دي الألوان بتاعة الشعر طيب إزاي أقول أنا شعري أصفر مثلا في طريقتين يما أقول i have أنا عندي a blonde hair أو بقى grey hair ginger hair وهكذا أو أقول I'm blonde haired I'm blonde haired دي طريقة مختلفة أجيب اللون وحط على hair I'm blonde haired ودي بتبقى صفة مركبة طيب كده احنا خلصنا من اللون بتاع الشعر لو أنا بقى عاوز أتكلم على طبيعة الشعر خشن مجعد وهكذا أولا نعم يعني straight أوكي straight I have straight hair أوكي wavy يعني مجعد دي بعض ال straight على طول curly اللي هو مش خشن اللي هو بيبقى curly يعني ما بين الخشن وما بين المجعد وأخيرا لو شعرك خشن خالص جدا هتقول afro طيب نخش بعد كده على العين لو انت مثلا سهل قوي لما بتحب مثلا تقول أنا عناية سودة هتقول زي الشعر بالضبط I have black eyes أنا عناية سودة أو I'm black eyed I'm black eyed أوكي الجدير بتذكر إن لانين العسل يسمعها hustle عشان أنا عارف إن إحنا كمصرين بنقدر أول العيون العسل يعني أوكي فممكن تقول I have hustle eyes أو I'm hustle eyed أوكي آخر حاجة معانا وهي skin الجلد لما تحب توصف الجلد بتاحد إيه المعاني اللي ممكن تستخدمها أولا الأشخاص البيت خالص بيبقوا white أو fair فلما أقول لك مثلا she has white or fair skin يعني هي بيضة بيضاء pale الدرجة اللي أقل شوية اللي هو بيبقى فيها بيض بس فيه سفار كده he has pale skin أوكي بعد كده brown وبعد كده اللي هو الأصمر خالص black بس أنا ما أفضلهاش إنك تقول he has black skin لأنها كلمة عن صورة شوية أفضلك إنك تقول he has dark skin he has dark skin نخشي بقى على الديالوج أو الحوار الجميل جدا اللي أنت ممكن زي ما بيقولك دايما تستخدم شخص معك وتحاولوا إنكم تعملوا الحوار ده تاني بعد ما الفيديو يخلص عشان تمرسوا الجمل والتعبيرات الجميلة اللي في الحوار اللي احنا أخدناها النهاردة يلا بينا we have a suitor for you suitor هنا معناها عريس إحنا عندنا عريس ليكي فهي هتقول لهم a suitor عريس فهو هيرد عليه الله yeah فهم هيقولوا لها okay can you describe him to me ممكن توصفه لي على أساس إن ما فيه صور يعني هابل طبعا بس هو الديالوج كده can you describe him to me okay ah he's towering هو طويل جدا فاكرين with straight dark hair بشعر ناعم اسود what's his weight ايه وزنه تمام ده عروسة كاوي he's average هو متوسط okay neither slim ولا غفايا nor chubby ولا مليان he's average هو في المتوسطة كده okay what about the color of his skin ماذا عن لون جلده is he fair هل هو أبيض تمام تقريبا بتعز البيض okay اه actually he has a brown skin هو جلده بني شوية اه okay i think i like him بتايقلي انا بحبه او ححبه okay ما تنساش انك تدعم المحتوى بشير ولايك وانك تسيب تعليق احنا كل يوم بنكبر بس صدقني انت بتشوف الفيديو في النهاية العشر دقيق ده ورا جهد جبار انا بقوم عليه انا والتيم كله معي فحاول تساعدنا عشان نقدر نكمل في الكورس المجاني ده لان انا متأكد ان هو بيفيدك كتير سلحة اشتركوا في القناة